الثقة بالنفس أولا هي يفضل ويحبب أن تكون الثقة في الله سبحانه وتعالى لكن يمكن الإنسان أن يعلم النفس ويدرب النفس ويمرن النفس ويعطيها الخبرات في الحياة كثيرة عشان خاطر ينجز بها أشياء في الحياة لكن الإنسان لا يثق في نفسه لأنه إن وثق في نفسه وثق في ضعيف وكان حتى من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحبيبنا جل جلاله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يعني لا تتركني إلى نفسي يا ربي يعني فشرعا وأفضل حتى يفضل في سلوكياتنا العادية وإحنا رايحين نؤدي امتحان ما أقولش نواثق في نفسي أو نواثق في ربي سبحانه وتعالى ذكرت وعملت اللي علي وخدت بالأسباب لكن الثقة في الله جل جلاله هذا أمر التواضع يعني أن الإنسان يعطي للنفس مكنتها من كل شيء أتعلم وأترقى في التعليم وأرتفع في العلم حتى إذا حدثتني نفسي بشيء أني أنت أصبحت مميز في حاجة معينة أعرف أنه قد أصابني نوع من الكبر فعلي أن أعالج نفسي في هذه الحالة ولذلك الواحد عشان يتواضع الآية بتقوله فوق كل ذي علم عليه ولعل ده بيذكرني أن في مرة من المرات واحد صعد المنبر وخطب خطبة حتى أنه قال في هذه الخطبة إذا كان عند أي واحد منكم سؤال فليسألني فأنا أجيب عن أي سؤال فكان قاعد أبو حنيفة وكان طفلا صغيرا يعني ما كان يعني غلام كده صغير فقال عندي سؤال فيعني الكبر ما سألوه شو أنت اللي بتسأل قال سال يا غلام فقال له الإمام أبو حنيفة إن الله عز وجل يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ما شأن الله اليوم فالراجل سكت فقال أجب قال يعني وهل أنت تعلم الإجابة فأبو حنيفة قال له أي وأنا أعرف الإجابة خلي بالحرك بقى من النقطة دي وأنا أعلم الإجابة قال له إذا أجب قال ليس هذا مقام السائل وهذا مقام المسؤول أنت دلوقتي تحولت من مسؤول إلى سائل قال له يعني نعمل إيه قال أن تنزل من مكانك وأنا أصعد في مكانك فنزل الرجل من مكانه وجلس على الأرض وقال طلع أبو حنيفة الصغير وقعد على المنبر وبدأ يبصله قال أتكلم يا بني قال وهل سألتني قال له إن الله يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فما شأن الله اليوم قال أن رفعني ووضعك يا الله فأعطاه الرسالة يا الله فهذا شأن الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى احنا لما نشوف مثلا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عنده هذا التواضع الجم شخصية قوية جدا لا يعني يستطيع أي واحد من الناس أن يقتحم شخصية حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام قمة في تواضعه فنشوفه صلى الله عليه وسلم وهو كيف كان يتعامل مع الصحابة ألم يمر على الطفل كل ما يعد عليه قوله يا عمري ما فعلا نغير ويسأله عن العصفور بتاعه هذا من تواضع رسول الله طب معنى كده يا دكتور لو الإنسان مش متواضع يبقى هو كده عن نقيده هو كده متكبر ولا يبقى فين هنا بقى احنا هنا بقى الكرسة الكبيرة لما لفت نظر حضرتك والسادة المشاهدين وقلت ندور وفتش لأن حبيبك النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالة ذرة من كبر ده مش مسموح منه بمثقالة ذرة لأن مولانا جل جلاله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما أهلكته ولا أبالي انت هتتكبر بإيه أدوات الكبر اللي انت ممكن تتكبر بيها مش من حقك تتكبر بيها لأن ولا فيها واحدة من عندك هتتكبر بعيلتك وأصلك انت ملكش دخل فيه هتتكبر بعلمك ربنا هو اللي بيعلمك هتتكبر بمالك ربنا هو الرزاق هتتكبر بجمالك ما فيش جمال بيدوم فهتتكبر بإيه فينبغي للإنسان هنا أن يتواضع ولذلك لم يكن حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما بين الأنبياء والرسل هو المتواضع الوحيد كان كل الأنبياء والرسل فيهم التواضع لما حيكت قرأي كده مثلا في قول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم بيقول لربنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين أطمع أن يغفر لي خطيئة الخليل خليل الرحمن بيقول لأطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين سيدنا موسى من تواضعه وهو الكليم من قول العزم من الرسل يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوه ترجمة نانسي قنقر